كأس الأمم الإفريقية سطور تكتب وتاريخ يحكى في أربع منتخبات مشاركة في كأس الأمم 2019 من بينهم ثلاث منتخبات عربية حققت لقب يتيم في البطولة وهي الجزائر حققت بطولة يتيمة سنة 90 على حساب نيجيريا في بطولة أقيمت في الجزائر وبنفس الطريقة تونس فازت بلقب وحيد عام 2004 لما استضافت البطولة أما المغرب فسنة 76 فازت بالبطولة الوحيدة لها في البطولة اللي كانت في أثيوبيا أما منتخب جنوب إفريقيا كسب بطولة وحيدة كانت في أول مشاركة ليه سنة 96 لما استضاف البطولة على أرضه فهل يكون واحد من منتخبات الأربعة دول قادر يحقق البطولة التانية ليه؟ انتظروني المعلومة اللي جاية في كأس الأمم الإفريقية سطور تكتب وتاريخ يحكى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة